كتب القدر لهؤلاء النسوة وأطفالهن أن يعشن داخل أكواخ من القصب وهياكل غير مكتملة البناء في شمالي محافظة بابل بعد أن هربن من القصف على الرمادي نسوة قتل وخطف أزواجهن وأولادهن من قبل تنظيم داعش والقوات الحكومية استلمون نهاوانات بالمناطق ما ندروا نهاوان وين يقع والله الوادي متقطع بالسيطرات اللي رجلينا اللي يجينا وشنو ما صيرنا والله يقول ان نتراكض احنا وجهينا وشيتنا واللي مرضى واللي قيرا يعني شنو ما صيرنا خاف على جهالي وطلعت يعني عفنا كل شي بيوتنا وبساتينا وقيعاننا وعفنا كل شي وطلعنا في ظل برد الشتاء تعيش هؤلاء النسوة ظروفا صعبة في أماكن لا تصلح للعيش البشري غاب دعم الحكومة المحلية في بابل عنهن رغم صرخاتهن المطالبة بتوفير لقمة العيش لأطفالهن ما عندنا كل شي وما عندنا شغلة لا بالحكومة ولا بالآي ولا بكل شي الريد بس برود الرأس ومتهجرنا هنا نزلنا هنا راية البيضة له للبيضة وقالوا انه لنقير تعالوا ما يجدرنا نصليه للعقية ما يجدرنا لا راية منهم نفطايا ولا راية منهم غازايا الريد بس الستر والمروة واحنا نسوان حمايل ونسوان عشار عجل احنا صار بنا هالشكل تهجرنا يا يابا يصير انتم يا الاسلام يصير يا الطيبين يقفون نريد الدرود على ببيتاتنا يابا ما اريد شي غير نقعد ببيتاتنا ستر لنا يا بويا يذكر ان هؤلاء النشوة قطعنا مسافات طويلة اغلبها سيرا على الاقدام ابتداء من الرمادي ليصلنا الى بابل التي اخملنا فيها ولم يجدنا اي رعاية حكومية لقناة الفلوجة ناهض الزيدي ترجمة نانسي قنقر